انا اول ما شفته قلبي نأبض الصراحة انا مش عارف ليه كقال من حد نبرمجني على كده انا مش عارف ازاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل الناس الحلوة في حلقة جديدة من حلقات توجيه العقول النهاردة القناة كملت اول سنة من عمرها ربنا يكتب القبول ويفتح ابواب الخير لنا كل لنا ونكمل مشوار الجميل ده مع بعض خلينا نرجع لموضوع الحلقة مش سر ان وسائل اعلام الغربية سوى افلام او نشارات اخبار او حتى جرايد بتشتغل على تشويه صورة المسلمين في بعض الاساليب بتكون فجهة مثل انهم يطلعوا المسلمين في ادوار مجرمين او ارهابيين ويطلع البطل الابيض ابو شعره اصفر بيحاول انقذ العلم منهم فيه اسلوب تاني اخبث من كده بكتير وبيعتمد على حاج اسماه في علم النفس الاشراط او هنتكلم زي الاعلام بيستخدم الاشراط باستمرار وهنتكلم كمان ازاي احنا ممكن نستخدم الاشراط بشكل ايجابي خاصة او احنا من ربي ولدنا بس خليني الاول احكيلكو عن علم روسي اسمه بافلوف في ساعة 1897 بافلوف عمل اول تجربة على الاشراط بافلوف كان عنده كلب ولاحظ ان الكلب كان كل مرة بيشوف الراجل اللي هو بيجيب له اكل اللي كان لعبه بيسيل طبعا ممكن حد يقول طبيعي جدا ان اللي لعبه بيسيل لان الاكل مرتبط بالرجل اللي بيجيبه بس اللي بافلوف كان عاوز يعمله ان هو كان عاوز يخلي لعب الكلب يسيل بسبب حاجة ملاش اي علاقة بالاكل خالص فبدأ يرن جرس كل مرة قبل ما يجيب للكلب اكل مفيش كم مرة وبدأ لعب الكلب يسيل كل مرة يسمع الجرس بعد شوية بافلوف بدأ يرن الجرس بس بدون ما يجيب الاكل بعد ما بيرنه الغريب ان بالرغم من الجرس رن مرات كتير جدا بعد كده بدون ما يجي بعديه اكل الكلب بتن لعبه يسيل كل مرة اسمع الجرس وكأن الكلب عنده امل في ان الاكل هيجي في مره من المرات اللي اللي باولوف عمله انه ربط حاكتين منهمش اي علاقه بعد خالص في دماغي الكلب ومن كتر من ربطه كانت محبوكه الكلب معرفش يخلص منه خالص ممكن حد يقول يا عم الكلام ده يمشي على الكلاب بس البلادمين مستحيل يضحك عليهم بالطريقة دي والله خلينا نشوف في مجموع من الباحثين كانوا يطلبون للناس انهم يمسكوا حاجه سخنه وبعدين يقيموا درجه الالم اللي بيحسوه وكال، كل مره كانو يتقيهم يمسكوا حاجه سخنة زياده كذا يعرضهم صورة شخص معين في الشاشه قدامهم وليما كانوا يطلبونهم انهم يلمسوا حاجه دافية بسيط كانوا يعرضوا صورة شخص تانية في الشاشه اللي قدامهم وفي الحالتين كانت صورة الأشخاص بتطعرد لمدة عشره ثانية بس بعد شوي بقى بيخلي درجة حرارة الحاجه اللي بيمسكوها متوسطه وثبته كل مره الغريب اهن بالرغم ان درجة حراره الحاجة كانت سبتة علطول كان الناس بتقيم درجة حراره الزيادة لما كانوا بيشوفوا صورة الشخص الاولاني وكانوا بيقاموها على انها دفعة بسيط لما كانوا بيشوفوا صورة شخص التاني بمعنى صحيح نزيق وسبح 참ح تقييم الناس للسخونة كان مرتبط بالصورة التي هم بيشوفوها وليس존 بالدرجة الحرارة الحقيقيه بتاعت الحاجة اللي بيلمسوها اللطيف ان البحثين عادوا تجربه تاني بس بدل ما الناس كانت بتشوف صور الناس لمدة عشر ثانية كانوا بيشوفوها لمدة واحد عالمية بس من الثانية من كتر ما الصور كان بتتعرض بسرعة كان فيه ناس كتير ما بتخدش بالها ان فيه صورة تعرضت قدامها أصلا بالرغم من كده كانت نتيجة التجربة التانية زي التجربة الأولينية بالزبط يعني الصورة اللي الناس بالعافية شفوها وكتير منهم ما أخدوش بالهم منها كانت هي العامل الرئيسي في تحديد سخنيات الحاجة الناس بتاع التسويق فاهمين الربط الزهني ده كويس جدا من كتر ما الربط ده قوي فيه شركات بتدفع مبالغ كبيرة جدا لمنتج الأفلام بس عشان البطل يستخدم المنتجات بتاعتهم في الفيلم وعلى سبيل المثال يطلع البطل بيستخدم آيفون والشخص الشرير بيستخدم سامسونج أو العكس أو إن البطل يأكل في مطعم معين قبل ما يروح ينقذ البشرية بناءا عن التجربة اللي أنا قلتلكوا عليها خلينرجع تاني ونشوف بعض الطرق الإعلام الغربي بيستخدمها عشان يسوق سورة المسلمين أشهر طريقة الإعلام بيستخدمها إن لو حد عمل جريمة وطلع لسمح الله مسلم يولنا وسواد ليلنا يطلع إرهابي مسلم مجرم مسلم ولو كان عنده أي دين تاني ولا حس ولا خبر ولا يجيبه سيرة الدين أصلا الطريقة التانية إنه هو كل مرة يجيب سيرة الإسلام لازم يجيب سورة شخص بيصرخ أو مكشر أو شكله مرعب أو مخيف وكأنه بيقول للمشاهد بص مسلم مكشر مسلم يخوف مسلم بيصرخ ها إيه رأيك؟ الطريقة التالتة هي ذكر إسم الإسلام والمسلمين على المشي كده كل مرة مصيبة تحصل فلو فيه خبر في الجريدة عن إعصار أو حريقة أو أي مصيبة تانية يروح حطين خبر تاني عن المسلمين في نفس الصفحة جنب الخبر الأولاني لما الموضوع يتكرر كم مرة إسم الإسلام هيرتبط في أذهان الناس بالحاجات اللي هما بيكرواها في سنة 2001 بعد هجمات 11 ستمبر على طول في حد أو جهة بدأت تبعد جوابات كتير للناس المرموقين في أمريكا فيها جرسومة الجمرة الخبيثة بالرغم من الموضوع ما كانش لأي علاقة بهجمات ستمبر كانت نشارات الأخبار حريصة أنها تجيب أخبار الجمرة الخبيثة وأخبار هجمات ستمبر وراء بعض في النشرة على طول وبالرغم من نشارات الأخبار ما كانش بتربط بينهم مباشرة الربط بدأ يحصل فعلا في أذهان كتير من الأمريكان فبدأت تظهر أصوات كتيرة بتقول إحنا لازم نضمر أفغانستان انتقام لهجمات ستمبر وانتقام للجمرة الخبيثة فلما تلاقي الإعلام بيجيب دايما حكتين مع بعض يتأكد أنه الموضوع ما بيحصلش صدفة وأنه بيحاول يخليك تربط بين الحكتين في دماغك الأسلوب ده زي ما فيه ناس كتير بتستخدمه في الشر إحنا برضو ممكن نستخدمه في الخير أيوة أنا وإنت تستخدمه في الخير فتخيل أنت كل مرة تدخل المسجد وتلاقي أطفال صغيرين تروح تلعبهم أو تطلع بمبوني وتدي كل واحد في بمبونية فكل ده هيعمل ربط زهني عند الأطفال بين الصلاة في المسجد والحاجة الحلوة وبعد شوية بين الصلاة وبين السعادة كمان ولما يجواروا شوية صحيح الحاجة الحلوة اللي بياخدوها ممكن تروح بس السعادة اللي بيحسوا بيها كل مرة بيدخلوا المسجد مش هتروح أبدا وفي المقابل لو دخلوا المسجد ولقوا الناس بيزعقوا فيهم ويهزقوهم لو طلعوا أقلوا الصوت أو لو لا سمح الله فكروا إنهم يلعبوا مع بعض تفتكروا إيه الربط الزهني اللي يحصل عند الأطفال وبرضو لو عندك ولاد صغيرين وبتحركوا زيادة شوية في الصلاة أو بيلعبوا وإنت كل مرة تخلص الصلاة تروح مزحقة فيهم ومهزقهم هيرتبت عندهم الصلاة بالزعيق وبالتهزيق في حين أنت لو حضنت ابنك بعد الصلاة وقلت له أنا مبسوط جدا أنت صليت معايا ولما تكون واقف في الصلاة ما بتتحكش ما بتلعبش هتكون كده فعمرك ما تربط العبادة بعقاب أو بحاجة وحشة ودايما نربطها بالحاجات الحلوة لأن الربطة دي هتقعد مع الطفل بقيت عمره ها إيه رأيكم؟ هل عندكم أمثلة تانية؟ كل اللي بتابعوا القناة متميزين وكل التعليقات اللي انتوا بتحطوها تحت الوديوهات بتكون مفيدة جدا وأنا أتشرف إن أتعلم منكم في نهاية الحلقة أحب أشكركم كلكم لدعمكم للقناة في سناتها الأولى القناة والله ولا حاجة بدونكم وأنا متطلع لسنين طويلة جميلة معكم بإذن الله تعالى وضروري تعملوا شير للحلقة دي على تويتر وفيسبوك وواتساب وعملوا سبسكرايب عشي وصلكم كل جديد من القناة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة